من اجمل والاز الكيكات اللي ممكن تقدميها فصل الصيف هي البرونس كيك كيكة مختلفة عن اي كيكة عادية احنا عملناها قبل كده قوامها مش قوام الكيكة الهشة العادية تحسوها في فضجي من جوة غنية جدا بالشوكولاتة ريحة وطعم يجنن بنقدمها دافية كده ومعاها الايس كريم ويصص الشوكولاتة على الوش حاجة كده تحفة مزيج هياخدك في عالم تامي حلوة قوي 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 جربوها وتزموا بالخطوات بالزبط عشان تنجح معاكم وطلعوا احلى براونس كيك اهلا لزيكم عملي يا رب تكونوا بخيرك لو دي اول مرة الليكوا هنا على القناة انا غادة والنهاردة هنعمل براونس كيك الكيكة دي ضحفة بجد عايزها تنجح معاكي التزمي بالمقدير والخطوات بالزبط عشان تطلعي احلى والاز براونس كيك يلا نشوف المقدير في البداية هنحتاج رشة من الملح وشوية من البانيلا هنحتاج متين جرام من الشوكولات يفضل تكون درك نص كوبان من الزبدة وهستفلكه طبعا المقدير في صندوق الوصف ترك بيضات لو صغيرين وبطين لو كبار وهنحتاج كوبان من السكر نص ابيض ونص بني ونص كوبان من دقيق وربع كوبان من الكاكاو ويلا عشان نجهز اول خطوة وهي ان احنا ندوب الشوكولات مع الزبدة اهم حاجة نلتزم بالخطوات بالزبط دلوقتي عشان نسخن ندوب الشوكولات محتاجين نسخنها على حمام مائي او ندخلها لمايكرويف زي ما انا هعمل دلوقتي بس لو هندخلها لمايكرويف يفضل تكون على برنامج التزويب التلقائي عشان تدوب لك الشوكولات مع الزبدة بدون ما تسخن درجة حرارته وتاني خطوة وهي ان احنا هنضيف البيض مع السكر والفانيلا ورشة الملح والخطوة دي مهمة جدا ما تستغنيش عنها انا لما حاولت اختصر الخطوات عشان اسهل لكم الوصفة النتيجة ما طلعتش مردية فبلاش تختصروا الخطوات ويمشوا زي ما انا عملت معاكم بالزبط هنقلب الخليط ده كله مع بعض وبعدين نروح نجيب الشوكولات من الميكرويف هتكون دابت اهم حاجة بعد ما نطلع الشوكولات من الميكرويف نقلبها كويس ويكون لسه فيها قطع مدابتش تماما وبنخليها شوية بدرجة حرارة الغرفة لحد ما تهدى كده وبعدين نبدأ نضيف لها خليط البيض والسكر واحنا بنضيف خليط البيض والسكر هنضيفهم بالتدريج ونقلب لحد ما يتجانس الخليط ويختف البيض تماما ودلوقتي هنروح للمرحلة التالتة وهي اخر مرحلة الكاكاو والدقين مهم جدا قبل ما نضيف الدقيق والكاكاو للخليط ننخلهم كويس عشان اي تكتلات في الكاكاو هتبوز لك خليط الكيك نكون مساخنين الفرن بتاعنا على حرارة 180 قبل ما نجهز الكيك بتاعنا عشان مجرد ما نخلص ندخلها على طول الفرن يكون سخن هنمزج بقى كل المكونات دي مع بعض لحد ما يبدأ يختفي ادي يقول كاكاو تماما وهيتجانس الخليط كده مع بعضه بعد كده هيبقى جاهز معي انه هو يتصبف القالب بتاعي ويدخل على الفرن القالب بتاعي حوالي عشرين في ستة عشرين تقريبا مهم جدا يكون لون فاتح ما يكون ستفال يعني نستخدم أولومونيوم انا ببطنه بالزبدة وبستخدم ورق زبدة قصية الورق بالطول وبالعرض على مأس الصينية بتاعتي لو مش متوفر عندك ورق زبدة عادي جدا هنستخدم دقيق مع الزبدة هنبطن بيها القالب عشان يسهل عليك انك تطلعها البرونز بدون ما تتكسر او تتفرفت منك وندخلها الفرن بتاعنا هتعد معاكي من خمسة تلاتين لاربعين دقيقة على حسب حرارة الفرن اهم حاجة اول ما تطلع ونحس انها استاوت نختبرها كده بخلة اسنان او بعود شاوي خشبي لو طلعنا اضيف تمام كده الكيكة استاوت لو لسه فيه اصار الشوكولت او عجينة الكيك معناها محتاج يستنى اكتر من كده انا بخليها في الفرن في حرارته حوالي خمس لعشر دقايق وبعد كده ببدأ اطلعها فحرارة المطبخ لحد مثلا ما تبرد تماما لاني لو طلعتها وهي لسه سخنة هتتبهدل وتتكسر مني وانا بطلعها او شكلها حتى هيتغير نعرف ازاي البرونز بتاعتنا نكحة لما نشوف الطبقة دي كده على الوش معناها ان البرونز بتاعتك نكحة وزي الفل ودي شكل البرونز بتاعتنا شكلها طحفة مش عايز اقولكو قدي ايه الريحة جميلة جدا خلاص هي كده دلوقتي بردت هبدأ بقى طلعها من الصينية وقطعها ونشوف الجمال بتاعها راحتها وطعمها طحفة بجد جربوها وان شاء الله هتعجبكو جدا حتى لو بردت منك دخليها المايكرويف شوية وبعدين قديمي معها الايس كريم وزايدينها بسوصل شوكولات وقديمي احلة احلية لو عندك ديوف لعيلتك حاجة كده طحفة وشكلها بيكون شيء جدا هتحس ان انت عاملة حاجة كده واو شايفين الجمال؟ شكلها طحفة بجد حلوة كمانا لو فضلت تاني يوم وقدمتيها برده كده بتبقى لذيذة جدا يمي طعمها طحفة من جوه فضش كده والشوكولات باينة فيها طعمها خطير ورحتها حلوة جدا دلوقتي بقى هناخد الايس كريم بتاعنا وافضل حاجة لها الايس كريم الفانيلا عشان هي بتكون كلها شوكولاتا فهنكسرها شوية بالايس كريم الفانيلا بتاعنا لو حابين تستخدموا اي نوع تاني تمام هنزينها بقى بسلس الشوكولات للوقتي وبقى جاهز معي احلى والاز براونز جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا ويا سلام بقى لو احنا عاملين الايس كريم في البيت ان شاء الله هنلزل قريب وعشاركم معاكم بطريقة سهلة ولذيذة جدا جدا وده شكلها دلوقتي بقى يبدأ الايس كريم يسيح كده يا ها السلام قد ايه يا جميلة ولذيذة شايفين الجماعة؟ يا الله شكرا على المشاهدة واشوفكم ان شاء الله بي بي باي اشتركوا في القناة